جحا والأرنب المسلم ذكي لا ينخدع بخداع الآخرين ولا يجعل الناس يستغلون طيبة قلبه وسعة كرمه في تحقيق ما يريدون من أغراضهم بل إنه كما يفكر في مصلحة الآخرين عليه أن يراعي مصلحة نفسه أيضا حتى لا يصيبه الضرر وذات يوم تعرض جحا لموقف استغل فيه الناس طيبة قلبه وأرادوا مصلحتهم فقط فهيا لنعرف كيف تصرف معهم جزاك الله خيرا يا جحا لقد أنقذتني من اللصوص تفضل يا جحا هذا الأرنب السمين هدية لك شكرا شكرا لك فهذه أول هدية أتلقاها في حياتي إنك رجل طيب يا جحا وتستحق كل خير وأود أن تكون هذه الهدية بداية للمودة والحب بيننا جزاك الله خيرا وبرك فيك هي وبركP أنتظر أنتظر لحظة، سأفتح لك الباب من؟ من أنت؟ ألا تعرفني؟ ألا تعرفني يا جوحة؟ أنا الذي أهديت لك الأرنب منذ أسبوع آه لقد تذكرتك يا لك من رجل طيب لقد كان الأرنب الذي أهديته إلي لذيذ الطعم وأكلنا منه أنا وزوجاتي وأبنائي حتى شبعنا آه يبدو أن زوجتك تجيد الطهي يا جوحة آه نعم نعم إنها ماهرة جدا خاصة في طهي الأرانب هذا رأيك يا جوحة ولكن لا أستطيع أن أحكم على مهارتها في الطهي قبل أن أتذوق طعامها لا كما شئت تفضل تفضل يا صديق العزيز فالطعام كثير الحمد لله الحمد لله هي له من طعام لذيذ لذيذ جدا يا جوحة الآن أستطيع أن أقول لك إن زوجتك ماهرة جدا في الطبخ ألم أقول لك صدقت يا جوحة من أنتم؟ نحن جيران الرجل الذي أهدى لك الأرنب آه صاحب الأرنب؟ آه نعم نعم تذكرته إنه رجل كريم و لابد أن أكرم جيرانه كما أكرمني وأهدى إلي الأرنب تفضلوا تفضلوا يا له من طعام لذيذ إن زوجتك تجيد الطهي كما أخبرنا جارنا الذي أهدى لك الأرنب نعم نعم إنها تجيد الطهي من؟ من أنتم؟ ألا تعرفنا جوحة إننا جيران جيران صاحب الأرنب صاحب الأرنب؟ آه صاحب الأرنب نعم نعم سوف أكرمكم كما أكرمته وأكرمت جيرانه من قبل يا لك من رجل كريم كريم حقا يا جوحة ما هذا؟ ما هذا يا جوحة؟ إنه ماء ساخن فقط نعم أعلم أنه ماء ساخن فقط فهو مارق مارق الأرنب يا جيران جيران صاحب الأرنب فعلينا يا رفاق أن نكرم ضيفنا وألا نبخل عليهم ولكن نفكر بحكمة في كل أمورنا ولا نجعل أنفسنا عردة للسخرية والاستغلال وأن نأخذ العبرة والعضة من موقف جوحة من صاحب الأرنب وجيرانه وجيران جيرانه وأن نعلم من خلال هذه القصة أن المسلم قوي الشخصية رزين في أفعاله حكيم في أقواله ما هذا؟ ما هذا؟ ما هذا؟ ما هذا؟ casًا ترجمة نانسي قنقر